السلام عليكم واهلا بكم. واضح جدا ان الحد النهاردة اللي بيحصل في اسرائيل من تأثرهم بما حدث من الضربة اللي عملتها حزب الله كانت كبيرة قوي. والكلام ده الصحف الامريكية والصحف الغربية كلها اتكلمت على ان وكان عندهم علامات استفهام. من ان ازاي كم انظمة الدفاع الجوي والسواريخ والتكنولوجي اللي امريكا بتديها الاسرائيل ورغم كده برضو عندهم صلوقات امنية. وده اللي وضح تماما ان اسرائيل جيشها الحقيقة ما هو الا عبارة عن مجموعة من المساعدات الامريكية ليس ابصر ولا اقل من ذلك. فالنهاردة صحف كتيرة مختلفة اتكلمت على الخارق الامني ده. ده اللي عمل تأثير معناوي كبير جوه الجيش الاسرائيلي وجوه اسرائيل نفسها. وكانت ضربة كبيرة جدا. لانهما بعد ما قاعدوا يستعرضوا عضلاتهم وانتاليابو يطلع يقول ايدينا اه تطول في اي حدة. اتطول ضربته واخدته تاخدوا رايح جاي كده في المركز التدريب. فده كان له تأثير كبير. فعلشان يحاولوا انه هما يغيروا وجهة نظر الناس جوه اسرائيل ويرفعوا من الروح المعنوية للجيش الاسرائيلي. راحوا من بارح عاملين او من ساعات بسيطة من بارح بالليل. عملوا كده من ساعات كان متأخر فيديو بيجيب لك بقى انه هما اكتشفوا مركز كيادة الردوان كتائب الردوان تحت الارض. وراح هم زايعينه. وقال لك ده بيمتد المسافة تمنمية متر تحت الارض. وفيه دهب. ويقود. طبعا بغزر على الحتة دي. هما اللي قالوا ان احنا اكتشفنا ان هو دي مخططات. وهنا غرف للمعيشة. ومصور لك مطبخ. عشان قادر افهم ايه. الحجمة بتصول مطبخ. وقالوا بقى ان احنا اكتشفنا مجموعة من مخازن الاسلحة والزخيرة. اللي هي كانت مضادة للطائرات. ومضادة للدبابات. كانت مع حزب الله وقدرنا ان احنا ناخدها. بس بصراحة انا لما شفت. لقيت ان امم صواريم كان يعني عبارة عن موتسيكلات بالكهرباء. اللي هي الاسكوترز. ومعرفش حزب الله بيستخدم الاسكوتر في ايه. فحضراتكم اوكي. هما بيقولوا ان ده عبارة عن مقار الحزب الله. واكتشفوا انه حزب الله كان عمل مخطط اسمه احتلال الجليل. وان هما كانوا بينظموا علشان يدخلوا على شمال اسرائيل. طب السؤال. هما لو كانوا بيتخططوا يعني هما يهجموا على شمال اسرائيل. مش كان بناء على كلامكو انتو. قلت وعملي كده. ان كان يحيا السنوار. عايز حزب الله وايران ان هما ينضموا. ده على كلامكو. ما بقولش برضو ده كلام حقيقي. ولكن هو طلب من ايران وحزب الله ان هما ينضموا. وحزب الله رفضت. طب منين ان هي رفضت ومنين انتو لقيتوا المخطط ده. عموما انا باعتبر ان الكلام اللي قالوه وبيتفخروا به نهاردة. على ان هما استحوزوا على مقر كيادة للرضوان. ما هي الا عبارة عن نوع من ان هما بيخلقوا نفسهم انتصار. طب حد تاني هيقول لي لا 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 على فكرة انت اللي بتبالغ وانت بتهول. او ما فعلا الاسرائيلين بيعملوا كده وبيقدروا ان هما يدخلوا. طيب. ابسط الامور حاليا. حزب الله بتعلن تصديها الى مجموعات من قوات الاسرائيلية. وانها بتمطرهم بالحاول وبتمطرهم بمجموعة مختلفة من الاسلحة. بالزات ان فيه كتال كبير دائر دلوقتي عند بلطقة اسمها المرج. مش المرج اللي عندنا. لا هي بلطقة لك عندهم في لبنان اسمها المرج. حاجة تانية. هل النهاردة احنا شفنا قوات الاسرائيلية توغلت تماما في الجنوب اللبناني ما بيعرضوش اي حاجة خالص. الواضح قوي ان القوات الاسرائيلية كل يوم يعني في خلال الاربع عشر ساعة الاخيرة دي اتصاب برضو مجموعة من الجنود لديهم. اللي عايز اوصله لحضراتكم ان الكتال محتدم بشكل كبير اوي 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 ما بين اسرائيل وما بين حزب الله. والمعارك ضارية. وان حزب الله مش هيقع واضح جدا. ان فيه فرق كبير ما بين حزب الله وما بين حماس. حماس هي كانت غصب عنها هي محطوطة في نطاق مقفول عليها حوالين داير. وضرب شغال عليها. لكن الطبيعة الجبلية بتاعة اللبنان من ساعدة حزب الله انه هم يقدروا بيبقوا تحت الجبال. وده صعب جدا بالنسبة للكوات الاسرائيلية. انها مهما ضربت مهما ضربت تختلف عن ضربها على عمرات زي ما بيحصل في غزة. بالاضافة انه برضو مهما كان اسرائيل بتحاول انها تحاصر الحدود اللبنانية السورية عشان يمنعوا من الامداد ولكن هم مش موجودين على الارض. تفرق كتير قوي ما بين ان هم بيحصلوا بالطائرات الدروز او بالطائرات الكتلية او ما بين ان هم موجودين على الارض. ونيجي بقى النقطة مهمة بمناسبة مدخدنا في حزب الله وايران. فايلوك الكدس هو المسؤول عن المهام العسكرية والاستخباراتية للحرس الثوري الايراني. واللي كان ماسك فايلوك الكدس يعني هو اي حاجة تخص الحرس الثوري الايراني. برا ده فايلوك الكدس. اللي هو بقى مسؤول عن الحسيين عن حزب الله اللي هو قومة في العراق في سوريا هنا هنا. فكان قائد فايلوك الكدس هو كان قاسم سليماني. وبعد كده تم مقتله في العراق لما كان لسه خارج من المطار. وبعدها عيلو اسماعيل قااني. وسبق وتكلمت مع حضراتكم عن التحقيقات اللي بتجرى عن اسماعيل قااني. اسماعيل قااني عنده تحقيقات حصلت قبل كده. بس هو عليه علامات استفاهم كتيرة. يعني هو اول ما تعملت الضربة لما على هاشم صفيد دي. قاله سعيتها ان هو تم اغتياله وقطن. وبعد كده لاجعه قاله لا ده هو كويس. طب هو فين? لا اصل هو موجود. بس بيتعامل بعادة حقيقته. وعملت الحال لكم فيديو كبير قبل كده عن موضوع الاشتباه وانه هو محتمال يكون مشتبه به انه هو يكون جاسوس. وانت الحال لكم انه مش اكيد. ولكن اصابع اتهام بتشير لكده. فالمهم ان فايلوك الكدس هو المسؤول عن كل ازرع المقاومة. فكل دولة فيها زراع من ازرع المقاومة. ليها زعيم او ليها قائد. فالقائد المخصوص او المختص بفايلوك الكدس عن حزب الله اللي هو في اللبنان اللي هو عباس نيفلورشان. عباس نيفلورشان ده تم مقتله وارتياله. فجابوا الجثمان بتاعه ونقلوه في ايران. وهو في المطار بيستقبلوا الجثمان بتاع عباس نيفلورشان اللي هو مسؤول الايراني اللي هو المسؤول عن فايلك الكدس في حزب الله في لبنان. مين بقى من دل الناس اللي تصورت هناك ساعة ما تصلى عليه جنازة واستقبل. اسماعيل قائني. وكأن ايران هنا متعمدة بتقول الى اسرائيل اسماعيل قائني موجود ولزال موجود. وده ايضا اللي بيدي عندنا برضو علامات استفهام. هل معنى ان اسماعيل قائني موجود وعايش? هل هاش مصفية دين ممكن يكون موجود وعايش هو كمان ما حدش يعرف. حدش لحد النهاردة عارف مصير هاشم صفية دين. وده هنا برضو تعتبر رسالة الى اسرائيل ان انتو بدرباتكو دي وان كان فعلا لاسماعيل قائني كان مختفي تماما. طب هل هو كان مع هاشم صفية دين ساعة اغتيال صفية دين طب ولو كان هو معاه هل هاشم صفية دين عايش لحد الوقتي دي اسئلة بس بمناسبة برضو كده وامريكا واسرائيل وايران. حضر لكم عارفين طبعا منظومة ساد وتكلمنا عنها تماما في الامر ده. لكن تيجي حاجة جديدة مستحدثة. وهي ان انا قلت لكم برضو ان ما في جنود امريكان رايحين مع منظومة ساد. وايضا المفروض ان امريكا حزارت. قالت اي جندي عندنا حيحصلوا واو واو. حتبقى حرب ضد ايران. حدش يجي قابل ناحية الامريكان احنا نضربكو بس. وانتو عليكم ان انتو تستقبلوا الضروات وتقولوا كمان اضربنا كمان. فجاء ده من حاجات المستحدثة الجديدة ايضا. بايدن اللي هو بيكره وبيكن الكراهية الكبيرة الى ترامب. بايدن طلع وقال ان المخابرات الامريكية لقيت ان ايران مستهدفة ترامب. وان ترامب لو حصل له اي حاجة اي مقروء. فده هتعتبر عمل حربي. مش هنقول ان دي نقره ودي نقره. بايدن ما بيحبش ترامب. بايدن ديمقراطي. وترامب جمهوري. وهما الاتنين في تنافس. ولكن دي نقره. وانه هما الاتنين امريكان دي نقره تانية. انا متفق معاك في كده. ما فيش مشكلة. بس بنسأل نفسنا سؤال. يعني انت حضرتك معتبر ان لو المخابرات الايرانية ده ان افترضنا ان الخبر ده صحيح. عايزة تستهدف ترامب. وبتقول ان ده عمل حربي. طب مقتل اسماعيل هنية من اسرائيل في قلب ايران. ده كده ما يعتبرش بنفس المبدأ برضو عمل حربي. وكان يدي برضو الحق الى ايران بالرد عن ما حدث باطلقها للسواريخ. طب بلاش دي. هل مقتل قاسم سليماني من الامريكان انفسهم في العراق. وكان معا تقريبا نائب الحجد الشعبي اللي في العراق. ساعتها. ما كانش مقتل قاسم سليماني ده عمل حربي وردو. يعني بين اوي اوي الازدواجية في المعايير والازدواجية في القيم او في اي حاجة من بايدن وادارة بايدن. وبمناسبة الموضوع ده بقى اختم لحضراتكم بالخبر الكمبيلة. كانت التسريبات طلعت امام حضراتكم اقول خبر ان كانت امريكا اتكلمت مع اسرائيل او بايدن نتينياغو اتكلمه. وايدن قالو. بلاش. بلاش يا بيبي. اصلا هو بيقول و يا بيبي. والله لو لو أنت ضرش بيه اسموه بيبي. فبيقولو بلاش يا بيبي تضرب المنشآت البترولية وتانية تضرب المنشآت النووية. اصر انتamazlijk تضرب المنشآت النووية. فانت كده هتبوز اخر خطوط الحمره فيه كاما خطين تلاتة حمره كده. فانت كده حتضمر كل الخطوط الحمره المتباقية. واللاش برضو المنشآت البترولية ما انت عارف يعني عندنا برضو اسعار الوقود حتعلق وانا دخل على فيه كمالة وحياتك كمالة بنت اختي دخل الانتخابات وحطتها تحت دراعي فبلاش تولع الدنيا اكتر فالتسريبة طلعت على ان فعلا بايدن قال لنتينياهو في خطوط حمراء على النووي وبلاش ضرب الاماكن اللي تخص الوقود او المشتقات البترولية او المصفات البترولية ولكن للهاردة نتينياهو بيطلع بيقول لما طلع بقى الخبر ده احنا بنسمع لامريكا ولكن احنا حنعمل اللي يهدف او اللي هو يخدم الامن القومي بتاعنا يعني كأن نتينياهو بيقول ان انا من الوارد اضرب زي ما انا عايز وحقول لحضراتكم بصراحة اسرائيل بقالها سنين طويلة عايزة تدرب الاماكن او المنشآت النووية في ايراد وما كانتش يلاقي الزريعة او السبب انها تعملوه دي بالنسبة لها فرصة ذهبية لن تعوض في قرار نفسي ان على اقل تقدير ان نتينياهو لن تستمع او ان فعلا امريكا ونتينياهو متفقين اعمل اللي انت عايزه وانا حنطلع احنا الامريكان بشوية تصريحات نبين ان احنا رفضين الكلام ده عشان نرفع نفسنا عن الحرج قدام ايران عشان ايران لما تنتئم تاني وتدرب ما تدربش القواعد العسكرية الامريكية بتاعتها اللي في الخليج واللي في العراق فبالتالي ان امريكا بتبين لايران بص العصة والجزرة هو ده النظام ولكن اسرائيل ايه اللي هتعمله في ارض الواقع اسرائيل انا شايف انها لن تتوانى قبل ولن تتردد في ضرب المنشآت النووية الايرانية على قدر المستضاع مش هقول لحضراتكم انها هتضمرها خالص ولكن هتعمل مجموعة من الضربات اللي هتعطل بعد كده ايران في انها هتكمل في المفاعل النووي وبكل تأكيد ايضا انا شايف ان اسرائيل حتسعى الى استهداف منشآت نفطية وبترولية واللي بيدل على كده ضربوهم الى الاماكن البترولية والنفطية للحوتيين في الحديدة في اليمن عموما نحن الان فعلا في حرب من كل الجهات حوالينا وكل اللي جاي فعلا مزيد من التصعيب اشكركوا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة